موسيقى موسيقى السلام عليكم أثار الاحتجاج بالحديث النبوي في المجال اللغوي عموما أثار نقاشا بين العلماء قديما وحديثا ومن البداهة أن يتقدم الحديث النبوي سائر كلام العربي من نثر وشعر في باب الاحتجاج في اللغة والنحو إذ لا تعد العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانا أبلغ من الكلام النبوي ولا أصح لفظا ولا أقوى ما معنا منه ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي فما أسباب ذلك وما مواقف النحا وما حججهم من استشهاد والاحتجاج بالحديث سنناقش مشاهدين ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العرب بعنوان الاحتجاج بالحديث النبوي عند النحا فكنوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في لسان العرب مع موضوعنا هذا الأسبوع بعنوان الاحتجاج بالحديث النبوي عند النحا نرحب بدا بضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية مرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول دكتور مصعب حمود وأستاذ جامعي في اللغات العربية حياكم الله أستاذ مصعب أهلا وسهلا بكم حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين حياك إذن دكتور حمدي هناك ثلاث مدارس حقيقة لكل منها رأي وموقف بشأن الاحتجاج والاستشهاد بالحديث النبوي نبدأ بتعريف موجز لهذه الآراء الثلاثة قبل تفصيل كل مدرسة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعنا لهم بإحسانة ودين وبع في الحقيقة في كتب أصول النحو عرضوا لنا المدارس المختلفة للعلماء الذين احتجوا بالحديث النبوي أو الذين منعوا الاحتجاج به أو الذين توسطوا فالمدارس ثلاثة المجيزون ثلاث المدارس ثلاثة وثلاث صحيح ممكن إذا تأخر العدد عن المعدود يجوز التذكير ويجوز التأنيث معلومة نعم تفضل المجيزون وهم نوعان مقلون ومكثرون المانعون وهما اثنان ابن الضائع الإشبيلي ستمائة وثمانين هجرية وتلميذه وتلميذه أبو حيان 745 هجرية والمتوسطون على رأسهم الإمام الشاطبي المتوفى 790 من الهجرة نعم نفصل في الموضوع سنأخذ رأيي الأستاذ دكتور مصعب حمود بشأن هذه المدارس النبوية في استهلال تفضل دكتور مصعب حياكم الله باعتقادي أن هذا من قبيل المجاز عندما نقسمه إلى مانعين ومجيزين ومتوسطين وأرى والله أعلم أن يقال المكثرون والمقلون والمتوسطون يعني باعتقادي هذا التوصيف أحق أن يتبعه طيب نعم يعني لنبدأ بالتبيان الرأي الأكثر جدلا المتمثل بالمانعين بالاستشهاد أو الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف يعني ما حججهم ومن أول من قال بهذا هذه المسألة لم تطرح من قبل بعد نشأة النحو حتى مر عليها نحو خمسة قرون أو ستة عندما هيجها أو أثارها ابن الضائع أو فلنقل طرقها طرقا خفيفا ثم هيجها أبو حيان وما فعله أبو حيان رحمه الله تعالى إنما كان رد فعل على ابن مالك بسبب اكثاره من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في كتابه شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح لكن يجب أن نقف عند نقطتين فيما أحسب بالطبع نحن نقول كل بركة بركة إلا بركة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بحر زخار لا ساحل له ولا قرار أفصح العرب بيد أني من قريش كما قال واسترضعت في بني سعد فكيف يصرف عن هذا النبع المعين أولا إذا قلنا إن المانعين أو المتقدمين من آئمة النحو قد فقد عندهم في كتبهم الاحتجاج بالحديث النبوي ولم يوجد وهذه هي الحج الرئيسة نعم وهذه هي الحج الرئيسة لكن لا يعني هذا أنهم منعوه أو أنهم رفضوه منطقيا تركك للشيء ربما يكون هيبة له ربما يكون عجزا عنه أحيانا مع أنهم علماء كبار ولكن في ذلك الوقت كان هناك يعني نشاط في علم رواية الحديث ولا يقبل الحديث إلا بإسناد ولم يكن هؤلاء العلماء إذا نحن نحينا أبي عمر بن العلاء ويونس بن حبيب حيث كانوا علماء في اللغة ومحدثين أيضا فإذا نحيناهم جانبا وجئنا إلى الخليل وسيبويه وعيسى بن عمر وأمثالهم من العلماء الكبار لم يكونوا من أهل هذه الصناعة إذن سنتي إلى ذلك دكتور مصعب دكتور حمدي كما تفضل دكتور مصعب حمود الحج الرئيسة لهؤلاء عدم احتجاج أئمة النحو واللغة بالحديث بصورة واضحة وخصوصا سيبويه في كتابه نعم يعني أبو حيان أثار مشكلة وهو كثيرا ما يعقب على ابن مالك وتعقباته ليست كلها على وجه الصواب حتى إن ابن الطيب المغربي قال بأنه لا يقر له قرار في أمور اجدهاداته أي أن اجدهاداته متغيرة نعم فموضوع الذي أخذه على الاحتجاج بالحديث أن الحديث يروى بالمعنى وأن رواة الحديث لم يكون من العرب أو وقع اللحن في رواية الحديث نعم وهذا ليس مسلما له لأن الرواة الذين يروون الحديث إن كانوا غير عرب لابد أن يقولوا الحديث باللفظ ولا يسمح لهم بالمعنى لأنهم لا يجيدون غير اللفظ ولذا كانوا يجيدون هذا على وجه الحقيقة أما إذا كانوا من الصحابة فإن بدل الصحابي لفظة بلفظة فهو عربي قح يحتج بكلامه هذا الرواية بالمعنى يسمى الرواية بالمعنى نعم وضع لها العلماء شروطا يعني من شروطها أن يكون الراوي عالما باللغة العربية وبلغات العربي وبما يحيل المعنى فإن لم يكن كذلك لا تقبلوا روايته نعم فإن كان هذا إن كان من التابعين أو تابع التابعين وإن كان غير عربي فالمشترط في الراوي أن يكون مسلما عاقلا ضابطا فهذه الشروط متوفرة في الرواة سواء أكانوا عربا أم غير عرب ولم يثر أحد هذه القضية إلا في هذين القرنين المتأخرين والتي أثارها بشدة أبو حيان الأندلسي نعم ربما تابعهما أيضا تابع أبو حيان وابن الضائع السيوطي البعض يقول السيوطي يعني ربما لكن لو بحثنا في كتب النحات جميعا من أول سبويه إلى وقتنا الحالي نجد الجميع احتج بالحديث النبوي حتى إن أبو حيان احتج بالحديث النبوي في ارتشاف الضرب الذي هو اختصار للتذيل والتكميل احتج فيه ب 56 حديثا يعني يناقض نفسه نعم كما قال ابن الطيب نعم وابن الطيب يعني نص على هذا في شرحه للاقتراح وفي تذكرة النحاح تج ب 26 حديثا فأمر عجيب الكلام النظري شيء والتطبيقي شيء آخر دكتور مصعب هل صحيح أن سبويه أول من جرأ النحويين على العزوف عن الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف؟ أرى أن سبويه رحمه الله حمل ما لم يقل في هذا الخصوص ولم يصرح به نعم نعم في كتابه الكتاب الذي عول عليه في النحو لم يصرح بنسبة حديث ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أيضا لم يعز الأشعار إلى قائليها وهذا معروف يعني الذين عزوا الأشعار جاءوا بعد سبويه أبو عمر الجرمي ونحوه فهناك جملة من الأحاديث في كتاب سبويه ربما ثلاثة أربعة خمسة لكن لو ثبت حديث واحد لن تفت الدعوة وبطلت بأن سبويه لم يحتج بالحديث هناك أحاديث وردت في كتاب سبويه لكنه لم يشر إلى حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشر لكن الحديث نفسه يشير يعني عندما يكون الحديث مثلا الذي احتج به سبويه ونخلع ونترك من يفجرك هذا حديث معروف أو عندما يقول سبويه يحتج بحديث إن الله ينهاكم عن قيل وقال هذا مضمون الحديث يقول لك إن هذا حديث عندما يقول ما من أيام الصوم في أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة أيضا هذا ماذا يقول لك بنفسه هذا يخبر عن نفسه يقول أنا حديث حتى لو لم يصرح بأنه حديث لكن إذا تيسر وقت لدي رغبة بالتعليق على مسألة الرواية بالمعنى إما في هذا السؤال أو فيما بعد أحباب ممكن أن تختصر في هذا الجانب تفضل دكتور مصعب نعم مسألة الرواية بالمعنى كما تفضل ضيفك الكريم أستاذنا الدكتور هذه مسألة الرواية بالمعنى اشترط العلماء بها علماء الحديث وهم نقاد وأهل الجرح والتعديل أن يكون عالما بمواقع الألفاظ والمعاني وبما يحيل المعاني أنا سأضرب مثلين حتى يكون المستمعون على بصيرة بما نقول يعني الأصل قبل أن تضرب مثلين الأصل دكتور مصعب أن يروى الحديث باللفظ أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض انظر ماذا قال تملأني أو تملأه هذا إما قيل من أبي مالك أو من أحد روابه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هذا ليس من النبي يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال تملأني أو قال تملأه حرص الصحابية على أو الراوي على ضبط اللفظ قال لك أنا لست متأكد قال تملأني أو قال تملأ فأنا أسوقهما معا هذا المثال الأول هذا المثال عن الأصل وهو الرواية باللفظ أما المثال عن الخلاف الأصل وهو الرواية بالمعنى فقد دخل على سبيل المثال أبو بكر بن علي ابن أبي الجهن هو وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهما تابعيان دخلا على فاطمة بنت قيس يسألانها عن حديث الخطاب حين تقدموا لها واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها في آخر الحديث ولكن إن كحي زيد إن كحي أسامة بن زيد هذا حديث صحيح مشهور فخرجا من عندها أبو سلمة بن عبد الرحمن روى الحديث فيما يخص أبي الجهم قال وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه هذه رواية باللفظ وفيها البلاغة وفيها الكناية وأما أبو بكر وهو حفيد أبي الجهم وعالم به فروا الحديث قال وأما أبو الجهم فضراب للنساء هذا مثل يبين لنا الرواية بالمعنى ما معنى لا يضع العصى عن عاتقه حسب فهم أبي بكر وهو حفيد أبي الجهم معناه ضراب للنساء فرواه بهذا الشكل لكن أبو الجهم أو أبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عربيان فصيحان لم تدخل العجمة إليهما أبدا نعم إذن ما زلنا ما زلنا مشاهدين الكرام في الرأي الأول الرأي المانعين للاستشياد والاحتجاج بهذا الحديث ونحاول أن نفند هذا الرأي بحجج منطقية ولكن فلنتوقف الآن مشاهدين الكرام مع فقرة ديوان العرب وهذا الأسبوع ستكون مع شاعر الفخر والحماسة معسى عمر بن كلثوم التغلبي عمر بن كلثوم التغلبي شاعر الفخر والحماسة تعد معلقته من أجود القصائد العربية قال فيها ألا هب بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خموراً أندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضاً ونصدرهن حمراً قد روينا كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا كأن ثيابنا منا ومنهم خضبنا بأرجوان أوطولينا بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربينا ألا لا يجهل الأحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتولينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غيرنا كديراً وطينا ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة إذا بلغ الفطام لنا صدي تخر له الجباب رساجدين اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لسان العرب وموضوعين هذا الأسبوع بعنوان الاحتجاج بالحديث النبوي عند نحاوة ما زلنا في الرأي الأول وهو رأي المانعين من الاستشهاد أو الاحتجاج بالحديث النبوي في النحوي واللغة دكتور حمدي كنا نتحدث وحقيقة وجدنا بعض الدارسين من يعلل من المانعين أو يسوغ بعدم الاحتجاج بالحديث النبوي والاستشهاد به بأنه يتضمن تتضمن نصوص الحديثية أساليب نحوية جارية على غير ما هو شاع من الاستعمال عند العرب وضربوا مثالا حديث في صحيح مسلم إن قعر جهنم سبعين خريفا المفترض أن يكون خبرا لأنه سبعون خريفا يعني ما العلة نصب أو جر سبعين هنا وما مدى صحة هذه الحجة بعدم الاحتجاج هذه حجة واهية إن قلنا بها فإن هذه اللغات يعني هذه لغة من لغات العرب ينصب ما بعدها ينصب الاسم والخبر الذي بعدها وهذه لغة عربية من لغات العرب فإن قلنا بهذا فإن لغات وقعت في القرآن الكريم وقراءاته أتت على غير المشهور ووردت في القراءات السبعة إن هذان لساحران وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهنا هذان مرفوعة على رأي المشهور المعروف لدى الجميع وهذا ساحران مرفوعة هذه اللغة المطلقة أو غير هذه اللغة خرجت على لغة بني الحرث بن كعب وزبيد وخثعم وبعض ضيء ومجموعة من قبائل العرب كانوا يلزمون المثنى الألف في كل أحوال الألف المطلقة نعم نعم كما ذكرنا فهذه تسمى لغة القصر القصر حتى في الأسماء الخمسة تسمى لغة القصر نعم فهذه لغة واقعة في القرآن لغة أكلون البراغيث ثم عموا وصموا كثير منهم وقعت في قراءة أو في روية حفص عن عاصم ووقعت في غيرها من القراءات القرآنية و أسروا النجوة الذين ظلموا نعم و أسروا النجوة الذين ظلموا و في الحديث قد أفلحوا المؤمنون و أتت على ذلك شواهد شعري و في الحديث يتعاقبون يتعاقبون و إن كان مختصرا قالوا و هذا مختصر إن لله ملائكة نتعاقبون فيكم على طوله فخرجوا هذا الأمر لكن في الاختصار إن أخذنا بالاختصار موجود نعم كثير من كلام العربي موجود فيه هذه اللغات فما وجد يعني مثلا صحيح البخاري بالمكرر 7275 حديثا استخرج من هذه الكمية الكبيرة ابن مالك في كتابه أربعين مسألة أربعين مسألة و خرجها على نظام لسان العرب بقبائله المختلفة و لذا قالوا قد ضيق البصريون كثيرا مما يسعوا العرب أو مما وجد في القراءات القرآنية سواء منها المتواترة أو الشاذة و لذا ابن جني في المحتسب وجه كثيرا من القراءات الشاذة على لغات العرب و هي يحتج بها و كذلك الحديث النبوي الشريف ما دام الحديث قد ثبت سندا و فإنه يحتج به سواء أكان باللفظ أم بالمعنى لأن الرواة الأوائل كانوا عربا أقهاحا و كانوا لا يرغون بالمعنى إلا في الضرورة القصوى و الراوي بالمعنى عربي يحتج بكلامه فهذه حجة لا يؤخذ بها و لا يعتد بها أيضا دكتور مصعب قبل أن ننتقل إلى الرأي الثاني لابد من الإشارة إلى جهود بعض المحدثين من الأساتذة منهم الأستاذ الدكتور خديجة الحديثي في كتابها الشهير الشهد و أصول النحو في كتاب سي بويه و بيانت و دافعت عن سي بويه في هذا الجانب بما يتهمونه بعدم الاستشهاد و الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف ننتقل إذن دكتور مصعب إلى الموقف الثاني الاستشهاد و الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في النحو واللغة يعني مطلقا من أبرز القائلين بهذا الرأي أستاذ الكريم أنا أقول شأن أحب أن أضيف إذا سمحت لي نعم في مسألة قعر جهنم أو إن قعر جهنم سبعين خريفة تفضل طبعا وقد فاض ضيفك الكريم وقطعت جهيزة قول كل خطيب لكن هناك فائدة يعني أود لو أضيفها إذا سمحت تفضل ينسب إلى الكوفيين أنهم يجيزون أن تنصب إن اسمها وخبرها كما قادت ويستدلون ببيت شعر لعمر بن أبي ربيعة ليس لقبيلة الحليمات أو القبائل المجهولة في العرب لعمر بن أبي ربيعة إذا سود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى إن حراسنا أسدى وليس أسدو إن حراسنا أسدى وليس أسدو ومع أن هناك من حاول أن يتكلف أيضا في تخريج هذا البيت لكن هذا لغة عند العرب وجائز وكذلك تجرئ الأحاديث القليلة التي يرى أنها على خلاف الأصل أما بالنسبة لسؤالك حول المجيزين أو كما قلنا فلنقول المكثرين لأنه على الحقيقة ليس هناك مانعون حتى أبو حيان لم يمنع الاستشهاد وهو نفسه استشهاد واحتج بالحديث إنما نحن نقول مكثرون ومقلون فأما المكثرون فكان على رأسهم ابن مالك رحمه الله تعالى ومن قبله السهيلي في أماليه ومن بعده ابن هشام ابن مالك في الأربعين مثالا أو حديثا في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامعة الصحيح توسع في الاستشهاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومثال نضربه لذلك قال من في مسألة أن يكون جواب الشرط فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضية قال النحويون ربما لا يجيزون ذلك ولكنه ورد في كلام أفصح العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له قال إذا ورد في كلام أفصح العربي إذن يؤخذ وكذلك جرت عليه فحول الشعراء كما يقول فأكثر ابن مالك من هذا وطبعا هو رأي أو هو صنيع جماهير النحات من قبل الزمخشري والسيرافي وكذا يعني ومن بعد هذا هو الرأي السائد حتى يعني يرى والله أعلم أن المسألة أعيد طرحها من جديد فقط نظريا وإلا فالواقع العملي قد احتج بالحديث وانتهى الأمر نعم دكتور حمدي أيضا من القائلين بهذا الرأي رضي الدين الإسرابادي وربما أكثر المتحمسين لهذا الرأي من المتاخرين هو ابن طيب المغربي نعم يعني قمت بعملية إحصائية للاحتجاج بالحديث من أول سيبويه إلى المتأخرين فوجدت أن الجميع يعني سيبويه الأحاديث التي احتج بها ولم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم أوصلها أحد زملائنا وهو أستاذ المتخص في الحديث النبوي كتب بحثا فيه استخرج خمسة وثلاثين حديثا من كتاب سيبوي نعم يعني كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه هذا يعني يقسم بأنه حديث ليس كلاما للعرب المبرد احتج في المقتضب تقريبا ثلاثة عشر أو ثلاثة وعشرين حديثا ابن السراج ابن الأنباري في شرح القصائر السبع طوال ثلاثين حديثا أبو حيان في ارتشاف الضرب الذي هو اختصار للتذيل والتكميل احتج بستة وخمسين حديثا ناظر الجيش المحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد متوفى سبعمائة ثمانية وسبعين في شرح التسهيل هذا من أندلس من المتغسرين هذا من القرن الثامن الهجري احتج بمائتين وستة عشر حديثا الشاطي بمائة وستة وثمانين حديثا الأبباذي تسعة وثلاثين حديثا أما اللغويون فاحتجوا بالحديث من أول الخليل إلى ما شاء الله حتى إن ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم وصل استشهاده في الحديث إلى عدد تسعمائة خمسة وخمسين حديثا ربما نشير أيضا دكتور إلى الباحث محمد ناظاري حمادي لديه بحث في هذا المجال حقيقة يجمع الآراء رسالة ماجستير بعده ومن الذين درسوا هذا الأمر دراسة موسعة ودراسة حديثية السير الحفيف إلى الاستشهاد بالحديث للدكتور محمود فجال صحيح عرض الموضوع نعم عرضا جيدا وعرض الأمر عند المحدثين وعند النحاء ودحض بحججه المانعين نعم كل الأمور حتى كل الأمور التي يقولون بأنه روي بالمعنى أو غير ذلك دحضها تماما فهي أقوال تالفة كما يقول أصحاب الجرح والتعديل أقوال تالفة لا قيمة لها فاحتج العلماء رضي الدين الاسترابابي نعم احتج بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة طيب وكذلك البغداري نعم طيب دكتور مصعب أيضا لنتحدث بإجازة عن المذهب الثالث هو التوسط بين المنعي والجواز تفضل نعم على رأس المتوسطين بين الإكثار والإقلال إذا يعني قلنا هذا يأتي الإمام الشاطبي الإمام الشاطبي أجازة الاحتجاج بالحديث الشريف لكنه قال إذا كان الحديث مما عني رويه بالمعنى دون اللفظ لا نحتج به وإن كان مما عني به باللفظ نفسه نحتج مثل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هراقل مثلا مثل الأحاديث التعبدية كالتشهد والتحيات ثم جاء في زماننا الأخير الشيخ محمد خضر حسين رحمه الله تعالى فكتب بحثا وقدمه إلى مجمع اللغة العربية الذي معقد أو المجمع الرابع في القاهرة فبني على هذا البحث هذا من المعاصرين نعم سعيد الأفغاني خديج الحديثي طبعا كل واحد له أدل ضلوه بهذا الخصوص قالوا نحتج بالحديث ليس مطلقا ولا نمتنع عنه إنما نحتج بشروط على سبيل المثال لا يجوز النقل بالمعنى إذن لا يجوز الاستشهاد طبعا يعني هي من الشروط التي قالوا أولا مثلا إذا كان الحديث يروى للبلاغة مثل حمي الوطيس وكذا نحتج به مثلا من الشروط أن يكون راويه لا يروي بالمعنى قالوا مثل القاسم ابن محمد ورجاء ابن حيوة وابن سي لكنني عجبت حقا مع يعني التقدير الكبير لجهود هؤلاء العلماء عجبت من هذا التبسيط للقضية فالقاسم ابن محمد إنما اقتصر على اللفظ ولم يروي بالمعنى خوفا من اللحن لأنه من أصول من جهة أمه من أصول فارسية وليست عربية ولقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ذات يوم وكان في حضرتها القاسم ابن محمد وابن أبي عتيق قالت له للقاسم على ما لا تحدثوا كما يحدث ابن أخي هذا يعني بفصاحة أما إني علمت من أين أتاك اللحن هذا أمه أدبت وأنت أمك أدبتك فإذا كان بعض هؤلاء الذين من أصول فارسية هم في الواقع الذين امتنعوا من الرواية بالمعنى ورعا ولم يقبل منهم أصلا أن يروي بالمعنى لخوف اللحن فاقتصروا على الألفاظ إذن الشرط سأعود إليك دكتور مصحب الشرط دكتور حمدي هو الفصاحة وعدم يعني النقل برواية المعنى أن يكون في هذا المذهب مذهب التوسط أن يكون شرطهم الرواية باللفظ يعني حقيقة هؤلاء أعجب من رأيهم لكن أفضل من رأي المانعين يعني المانعون يستشهدوا عمليا وتكلموا نظريا من أجل الأمور التي كان يفعلها أبو حيان مع ابن ماني لكن هذا الأمر الذي يقولونه ألا يستشهدوا بهذا في الشريعة وأيهما أولى الشرع أم اللغة يعني هذه الأحاديث التي يقولون لا يحتج بها يحتج بها في الشرع وبألفاظها لماذا وأهل الشرع أهل لغة وليسوا أهل شرع فقط وإنما هم أهل لغة قبل الشرع فيحتجون بها وبألفاظها ويبنون عليها أحكاما شرعيا يترتب عليها جنة ونار فكيف يحتج بها في الشرع ولا يحتج بها في اللغة هذا أمر عجيب وحقيقة رأي ابن الطيب الفاسي المغربي رأي صائب وحقيقة أخذ به كما أخذ به ابن مالك وابن خروف ومن سار سيرتهما وهو الأخذ بالحديث كله نعم إذن الدقيقة أو دقيقة ونصف متبقية معك دكتور مصعب يتلخص لنا هذا المبحث تفضل ما كل توسط وسط فالمذهب المتوسط في الحقيقة حال أيضا دون الاستشهاد في الحديث فنحن نلخص المبحث كاملا فنقول هناك ثلاثة مدارس أو ثلاثة اتجاهات اتجاه يعني يسمح بطلاقة بالاستشهاد بالحديث النبوي الشريف طبعا نحن نتكلم في دائرة الأحاديث الصحيحة لا بد أن نضع دائرة على هذه النقطة وهذا هو الذي مالت إليه نفوس جل العلماء والجماهير حتى من النحا ومذهب أقل من الحديث وإنما إقلاله في نظري وكذلك رأيته في كتابة محمد بن الطيب المغربي إنما إقلالهم لعدم معرفتهم بعلم الحديث ولعدم إسفارهم هذا تعبيره لعدم إسفارهم عن محياه ومعرفتهم لتفاصيل قضايا أما المرعون فحجتهم داحظة نعم والمذهب المتوسط الذي يمثله الشاطبي ثم مجمع اللغة لأن الشيخ محمد الخضرح سين بعد أن قدم مبحثه قال وأنا أميل إلى الجواز المطلق يعني إنما هو قدمه تقديمه لكنه يميل في نفسه إلى الجواز المطلق هذا مبحث المتوسطين أيضا أخلى بمبادئ علم الحديث والرواية بالمعنى وأصول هذا العلم لذلك أنا أقترح بكلمة أخيرة أن يجتمع علماء الحديث والنحاة واللغويين في مجمع واحد ويصطف من الأحاديث الصحيحة ما يعزز مذهب النحو ودرسه ويقوي بلاغة الناشئة وبلاغة الشباب لأنه لا يصح أن تحرم الأجيال من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا النبع المعين الصافي في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر والشكر الجزيل ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول دكتور مصعب حمود الأستاذ الجامعي في اللغة العربية وشكرا جزيل لك دكتور مصعب أشكركم جميعا وبارك الله بكم وبالإقوة المستمعين حياك الله سيبقى معنا إذن دكتور حمدي بخيت تم الآن مشاهدين الكرام نبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد تمثيلي قصير من المسلسل التعليمي أحلى الكلام ليتك تفسرين دمارة؟ هذه بيوت بني خفاش؟ لا يوجد عند العرب قبيلة باسم بني خفاش يا أستاذ إذن ما قصة هذه البيوت الثلاثة؟ ولماذا نقشوا صورة الخفاش شعارا على باب كل منها؟ لأن هذا البيت الأول الكبير هو بيت النحوي الشهير أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد عرفته هو مشهور في كتب النحو باسم الأخفش الأكبر أصدت؟ والبيت الأوسط؟ البيت الأوسط هو بيت الأخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مساعدة المجاشعي البنخي يا الله ما أطول اسمه ربك عنيسة قواعد ألم يكن المؤرخون لذقين حين اختزلوا كل هذا الاسم الطويل بكلمتي فقط الأخفش الأوسط بقي عليك أن تعرف اسم صاحبي هذا البيت الصغير حتما هو بيت الأخفش الأصغر علي بن سليمان بن الفاول كيف عرفت؟ أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في لسان العرب نجدد وترحيبنا أيضا بضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة غاريسون التركية مرحبا بك مجددا دكتور قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوان هذا الأسبوع أثر المعنى اللغوي والعمل النحوي في الدلالات التركيبية نبدأ بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مشاهدين الكرام إذن دكتور حمدي أثر المعنى اللغوي والعمل النحوي في الدلالة التركيبية ما المقصود به؟ وسنأخذ نموذجا أل المعرفة وإلا الاستثنائية نعم يعني ربما في الشرح يتضح التعريف أكثر صحيح أل المعرفة نوعان أل العهدية والجنسية أل العهدية ثلاثة أنواع نعم عهدية عهد ذكري يعني أن تذكر الكلمة نكرة ثم تذكر بعد ذلك فيها أل سمية عهدية سمية عهدية أي عهد ذكري أي المذكور يعني مثل القول الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسوله فعصى فرعون الرسول هذه الرسول المذكور نعم كذلك مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح أي المذكور في زجاجة الزجاجة هذه العهدية الذكرية عهد الذكري عهد ذكري نعم في عهد ذهني أو علمي يعني معروف مثل قول الله عز وجل إذ هما في الغار أي الغار المعروف الذي يعرفونه عهدية عهد حضوري حضوري نعم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم الحاضر يوم عرفات اليوم نعم لنأخذ آية على هذه العهدية الأنواع الثلاثة نعم تبقى للجنسية أيضا الجنسية استغرقية واستغرقية نوعان استغرقية لاستغرق الأفراد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن نعم وهذه يصح بدلا منها كل أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمن ولذا صح الاستثناء منها نعم أو تسمى لاستغرق خصائص الأفراد يعني أنت الرجل أي أنت الرجل علما أي كأنك اجتملت فيك أو جمعت فيك كل خصائص العلوم الموجودة في الرجال لنبسط دكتور يعني هنا الفرق بين العهدية والجنسية ذكرت الرجل هنا الجنسية يعني في جنس الرجال هكذا لكي نوضح هذه المسألة المقصود بالجنسية يعني المقصود هنا بالجنس خصائص أو الاستغراق استغراق خصائص الأفراد يعني فيه علوم تتوفر في كثير من الرجال ليس في رجل واحد ذلك الكتاب الكامل أنت الرجل علما أي أنت الرجل الكامل في العلم لو أردنا أن نقول هذه نعم الفتعريف للجنس هذه الجنسية نعم الاستغراقية الاستغراقية نعم لأن الاستغراق على نوعين فيه جنسية لبين الحقيقة يعني الرجل أقوى من المرأة نعم يعني جنس الرجل بخصائصه وأموره المعروفة أقوى من جنس المرأة بخصائصه ليس كل فرد أقوى من كل فرد وإنما على العموم نعم لو أخذنا الفاتحة الأول الآية الثانية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد الهنا هل هي جنسية استغراقية أو ليعني كل أنواع الحمد لله رب العالمين وهذا قال به القرطبي وفي تفسيره وقال به ابن عطية وقال به أبو حيان في البحر المحيط وقال به السمين الحلب في الدرن المصون أو هي جنسية فقط لبيان الحقيقة أي بيان حقيقة الحمد اللي هو الثناء الكامل لله عز وجل نعم وبه قال الزمخشري أو أنها عهدية وبه قال أي العهد المعروف عهدية عهد ذهني أو عهد علمي الآن أيهم أرجح في الحمد الذي عليه كثير من العلماء أنها للإستغراق الجنس يعني كل أنواع الحمد لله عز وجل نعم ثم فيه أمر آخر الحمد الأصل فيها أنها بالنص نعم وقد قرأت بالنص على أنها مصدر لفعل محذوف أحمد الله حمدا لكنها عدل فيها من النصب إلى الرفع لتكون جملة اسمية ودلالة الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت أفضل من دلالة الجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث نعم نعم يعني الأصل في الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد أو حمد لله رب العالمين الحمد لله نعم نعم ولكن كما ذكرت الجملة الاسمية تدل على الثبوت الدوام والثبوت الدوام والثبوت نعم ولذا قالوا بأن رد سيدنا إبراهيم كان أفصح من رد الملائكة قالوا سلاما قال سلاما نعم سلاما أي أمري سلاما أو تحيتي سلاما جملة اسمية نعم وأخذ بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها نعم فهنا أحسن لأن الجملة الاسمية تفوق الجملة الفعلية الجملة الفعلية تجدد وحدوث لكن هذه ثابتة دائمة ففيها قوة أكثر من الجملة الفعلية إذن سنعود إلى البيان القرآني مشاهدين الكرام فلنتوقف قليلا الآن مع فكرة صحيح القول التي تادف إلى التقويم اللسان وتصحيح الأخطاء الشائعة بالتخفيف لا بالتجديد يقولون حافة الوادي بتجديد الفائي يردون جانبه وهذا خطأ والصحيح حافة الوادي بتخفيف الفائي أما الحاف بتجديد الفائي فهو ما يحف بالشيء ومن ذلك قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش ويقولون الصلاحية والصلاحيات بتجديد الياب والصحيح الصلاحية والصلاحيات بالتخفيف ومثل ذلك كراهية ورفاهية وطواعية وعلانية بالتخفيف لا بالتجديد يقول بعضهم أبو نواس بفتح النون والواو وتجديدها عند ذكر كونية الشعر المعروف وهذا خطأ والصحيح أبو نواس بضم النون وتخفيف الواوي لا تجديدها ومن ذلك أيضا سوريا البلد المعروف بالتخفيف لا بالتجديد وبعضهم يقولوا سوريا بتجديد الياء وهذا خطأ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب والجزء المتبقي من فقرة البيان القرآني وموضوع هذا الأسبوع أثر المعنى اللغوي والعمل النحوي في الدلالة التركيبية تحدثنا عن المعرفة وبقيت إلا الاستثنائية دكتور في الحقيقة إلا إذا أتت بعد جمل يعني هي تخصص المعنى هل هي ترجع إلى كل الجمل أو ترجع إلى الجملة الأخيرة لنأخذ مثالا من القرآن الكريم قول الله عز وجل في سورة النور في الآيتين الرابعة والخامسة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا هذا لست نعم نعم الذين تابوا هؤلاء التوبة هل ترجع إلى الصفات الثلاثة الجمل المعظوفة الثلاثة يعني إن تاب الإنسان لا يجلد خاصة إذا وصل أمره إلى القاضي أما إذا لم يصل أمره إلى القاضي فهذا أمره إلى الله عز وجل لكن إذا وصل أمره إلى القاضي هل لا تقبل شهادته ولا يكون فاسقا ولا يجلد الفقهاء يعني في ثلاثة اتجاهات نعم اتجاه يقول بأن إلا هنا تعود على اثنين نعم تعود على يعني الذي يتوب تقبل شهادته نعم ولا يكون فاسقا نعم لكنه يجلد لماذا؟ قالوا لأن الجلد حق من حقوق الآدميين نعم والأصل في حقوق العباد أنها قائمة على المشاحة نعم أما حقوق الله عز وجل فقائمة على المسامحة فموضوع الجلد حقه من حقوق العباد نعم أما قبول الشهادة أو لم يأتب الثمانية وتقبل المشاحة والفسق فهذا حقه من حقوق الله عز وجل نعم الزمخشري قال ترجع إلى الثلاثة نعم الحنفية أخذوا برأي أنها ترجع إلى الآية الأخيرة فقط الجملة الأخيرة فقط وأولئك هم الفاسقون إذن هناك خلاف بين النحاة على الرجوع على النحاة نعم آية قبل أن نختم دكتور أيضا فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك في سورة هود نعم هنا لستثناء يعني راجع إلى الجملة الأخيرة فقط إلى الجملة الأخيرة فقط عندنا فيه ما يرجع إلى الجملة الأخيرة فيه ما يرجع إلى الجميع وفيه ما يرجع إلى الجملة الأولى فلما فصل طالوت مثلا نعم ترجع إلى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده يرجع إلى فمن شرب منه آخر إلى الأول الجملة الأولى الجملة الأخيرة وللتفت منكم أحد إلا مرأتك يرجع إلى الجملة الأخيرة عودوا إلى الجميع في سورة الفرقوة يعني لا يصح رجوعه إلى قول ومن لم يطعمه لا لا يصح فمن شرب منه فإنه مني وإلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني هذا الاستثناء المقصود نعم في ختام هذه الحق مشاهدين الكرام نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية شكرا جزيلا لك دكتور ومسك الختام سيكون مع فقرة سيرة عالم اخترنا لكم هذا الأسبوع الأصمعي شيخ العربية وحجة الأدب راوية ثقة صدوق وإمام في اللغة والغريب والأخبار والأنساب ولد في البصرة سنة 123 للهجرة وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد أتقن الأصمعي تجويد القرآن على أبي عمر بن العلاء البصري أحد القراء السبعة وهو شيخه في سائر علوم اللغة والأدب وأكثر من لازمه من شوقه وممن ثقف عنهم علومه عيسى بن عمر الثقفي والخليل بن أحمد الفراهدي روى عن الأصمعي بن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي واليزيدي ويحيى بن معين وإسحاق بن أبراهيم الموصلي وغيرهم أحب الأصمعي اللغة حبا ملك عليه شغاف قلبه فارتحل إلى أعماق البوادي يشافه أرباب الفصاحة والبيان من الأعراب الأقحاح حتى إنه قل ما يقع المرء على كتاب في التراث يخلو من خبر للأصمعي مع الأعراب لعل أجل آثاره الأصمعيات وهو اختيارات شعرية انتخبها من عيون الشعر العربي تصور الحياة الأدبية أدق تصوير في عاداتها وأفكارها وتقاليدها وقد صنف الأصمعي مصنفات جمة أبرزها غريب القرآن خلق الإنسان المقصور والممدود وكتب الأضاد والألفاظ واللغات ونوادر الأعراب وغيرها مات الأصمعي رحمه الله في خلافة المأمون في البصرة سنة 216 للهجرة اشتركوا في القناة